بسم الله الرحمن الرحيم وعدنا إليكم أعزائنا المشاهدين وهكذا مصر والفقرة الثانية مع الدكتورة مونة شاكر استشاري نفسي وتعديل سلوك ورشاد أسري وعنوان الفقرة مشاكل المراهقين وكيفية التعامل معها مرحبا يا دكتور مرحب بي حمد الله على السلام الله يسلم ونورة الدنيا كلها مرسيدا ورحمة ربنا يبرك فيك يا رب إيه الأخبار تمام إيه الأخبار يا دكتور تمام الحمد لله ما هي مشاكل المراهقين يا دكتور يا دي كتير قوي بس في الأول وفي الآخر مشاكلهم إحنا إحنا الأسرة إحنا الكبار كل حد بيتعامل مع المراهق سواء كان في الأسرة أو المدرس أو المدرب أي حد بيتعامل مع المرحلة السنية دي بيبقى عنده مشاكل كده فبيصعبها عليه يعني هي المشكلة كده من الأسرة يعني مشكلة كديرة بقى إحنا نعمل الأسرة هتعمل إيه ولا يا دكتور والله هي الأسرة اختارت أن يكون عندها أولاد فزي ما بتهتم بأكلهم وشربهم ورعيتهم لازم تهتم بنفسيتهم وحتياجاتهم وتعرف إيه المشاكل اللي بتواجههم عشان تساعدوا مع الحلة يعني المراهق ده لو جينا المعنى مراهق يعني راهقة يعني يعني قرب على فترة الندوج في مرحلة كده بيعدي بيها من 11 ل 21 سنة عشان يكتمل الندج بتاعه ويبقى شخصية يعتبر كاملة أو ندجة للمجتمع فلازم تتوفر الوعي الكفاية عند ولي الأمر السؤال هل هي تحتاج لوعي أسري؟ اه طبعا تحتاج لوعي أسري عالي جدا أهم من اهتماماتي بإيه اللي يفيد التغذية خلاص مرحلة خلصت بلاقي الأهل مرة واحدة ده مش ابني أنا بتعامل مع حد ما عرفوش ده صوته تغير طريقة كلامه تغيرت طريقة لبسه طلباته احتياجاته تصرفاته كل حاجة بتتغير فيه طيب مش احنا لازم نكون قد التغير ده نعرف نواجهه ازاي؟ باسلوب مختلف عن الزعيق والشخط والنطر وإن أنا بس بدي أوامر من غير مفاهمه طيب هل تحتاج هذه المرحلة لقسوة أم حزن؟ لا هي بتحتاج لحزم لحزم؟ بس بحزم حكيم مش حزم عشوائي مش حزم المجرد أن أنا وليك أو أنا اللي هقولك الأوامر عشان تحقق هي حزم علشان أنا نفسي أكون قد المسئولية قدامه أكون حازم في قراراتي مش كل شوية بدي تهديدات ومش بنفزها بعلي سقف العقابات معي لازم أكون حكيم حازم حنون عندي قدرة على احتوائه بدرجة عالية جدا طيب أنا أعمل إيه لو ابني أو بنتي بيعمل أشياء غلط أتصرف إزاي؟ الحكمة 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 وجد لهم باللاتية مش كل طفل قاعد في قطته مدة طويلة لازم يكون بيعمل حاجة غلط مش كل طفل بيبقى عايز يبقى بره مع أصحابه مدة طويلة في الشارع بيبقى لازم يكون بيعمل حاجة غلط لا لازم يبقى عندي الجانبين هي المتابعة كده أنا أتكلم إيه إن أنا أتبع ابني في تحركاته أو بنتي في تحركاتها بس برضو متابعة وأنا أحسسه مع أرسس ويدزا لا أتبعك عشان أنا خايف عليك أه أتبعك عشان أطمن عليك مش أتبعك عشان أنا حاطت إيدي في قرصك لأن النقطة دي ليه مطلوب الحكمة فيها هي دي اللي بتبعد وبتعمل مسافة ما بين ولي الأمر وما بين ابنه ما بين المدرس وما بين الطالب اللي عنده مش كل واحد بيتعامل مع المراهق في المرحلة العمرية دي لازم يكون زي سلطان لا هو لازم يكون دليل لي لازم يكون معين لي ولازم ده يوصل له كويس جدا طب سن المراهق هل هو سن خطر أم سن صعب أم ماذا هو سن خطر وسن صعب وسن حرج وسن جميل لو قدرنا نعيشه الجمال اللي فيه يعني هو سن العشوائية سن الغلط اللي لازم أقبله أتعامل معي لأن ربنا سبحانه وتعالى لسه يعني من سن 11 سنة كده لسه التكليف بتاعه ما بقاش عند المولى عز وجل فأنا يعني أكون رحيمة به شوي أتقبل غلطه علشان أنا بعلمه لازم أزرع فيه أن أنا بحبه تحت أي ظروف بحبه هو غلطان بحبه هو بيذاكر وهو بحبه هو مش بيذاكر حبي لي كابن لي مش مرتبط بأي حاجة أنا عارف رسالة معينة طب هل سن المراهقة أما تكلم عن سن المراهقة أل فيه دلالات معينة أنا وعلامات فيه حاجات معينة بتظهر لي تظهر لي أنه ده مراهق فعلا أكيد طبعا فيه تغيرات في جسمه وفيه تغيرات وفيه تغيرات سواء كان عند الولد أو عند البنت ولازم يبقى أنا عندي وعي بيها علشان أنبه بيها ما يتخضش ما يبقاش عارف أسأل مين أروح لمين طب بصحابي ولا ناس أكبر مني ولا أدخل على النت وأعرف معلومات ممكن يكون فيها المغلوط وممكن يكون فيها السليم فأنا لازم أبتدي أن أعرفه بنفسه هل المطلوب منه أنا كأب أجيب بنتي مثلا أو أجيب ابني عشان بنتي مش هتحكي أجيب ابني أقعد مع ابني أقوله دي كذا ودي كذا ودي كذا ولزا يتم التواصل في الموضوع لماذا أخذوش واتمشى بي شوية أخذه بره واتمشى بي شوية بعيدة عن ماما هو مر بنفس المرحلة دي الأب مر بنفس المرحلة معاني السني ده بيبقى كله عنده وكله تمرد وكاذب والولد والبنت عشان كده لازم أصحبه لازم زي ما قلت لحضرتك أكون دليلي يعني نطبق التقاليد بتاع الزمان نقوله إن كبر ابنك خوي لأن على فكرة هم ابتوا الزمان كانوا بيخاووا ولدهم وكانوا بيخرجوا بيهم وبيتمشوا يعني عبد المنام مدبولي لما بنته كانت بتولد الله يرحمه في فيلم الحفيدة ما كنتش غلطانة يعني أو شكرا ابناء العزاء لأ بنته الكبيرة كانت بتولد وبنته التانية حامل أخدها وقعد بيها بره علشان ما تشوفش المعاناة يعني هو العلاج الوحيد المصحبة المصحبة والمكشفة والمصرحة ويعني كنا عندي شوية رحمة كده أنا مريت بالسن ده وكنت محتاج حد يكون جنبي فلما أنا أتحط في الظروف دي عيشها صحة مع أولادي واهتم بنقطة مهمة جدا أن اللي بتعرض لي ولدنا دلوقتي أجمد بكتير من اللي احنا تعرضنا له واحنا في سن المراهق طب هو دلوقتي بيبقى مثلا الشابة والفتاة لما يبيجي سن البلغة بيبقى فيه تغير مزاجي وعنف وخسائر وأزل نفسه وأزل غيره إزاي نسيطر على الكلام ده تقلب مزاجي وتقلب في النوم وتقلب في الأكل وبيبقى عنيف وبعد كده بيرجع يتأسف فلازم الحكمة هنا مش في وقت عنفه أنا أقف في الوقت ده قدامه لأنها تبقى يعني المبراغر متكافأة ما بيننا إحنا الاتنين أنا أم ماينفعش ابني وهو واقف بيعلي صوته علي ده شيء مش مقبول فلما هرد عليه الكلام رايح جاي مبيني ومبينه يبقى أنا كده صدقت ووافقت على طريقته معي لأ أنا بلتزم الصمت وبنسحب وبعد كده بييجي الكلام لما لو اتزمنا الصمت يا دكتورة هيتمدى في الغلط لا بالعكس لما أنا هقابله بالزعيق وهقابله براس براس وندية مبيني ومبينه في التعامل هو ده اللي هيخليه تمدى في الغلط لكن أنا ألتزم بالصمت وهتكلم بعد كده بس مش في الوقت اللي أنت عامل فيه لأن أنا أصلا رفضة لغة الحوار دي فما ينفعش أتمادة فيه ما ينفعش أرد عليه لأ أنا بسكت وكلامنا بعدين فهو مش هيعدي تلت دقايق عشان يجي يكتشف بسرعة إيه يا ماما نويالي على إيه يعني مغدود أو بابا الأب بقى بيبقى ليه يعني متى يالي نادرا جدا الأب هات الحجام هات الخرزان لما الولد يبقى عنده القوة الكفاية أنه يزعق قدام بابا يعني هو دايما الصوت العالي أو تجرؤهم بيبقى على لهم أكتر صوت العالي ذا لنا أكتر أه فلما أنا كمان عالي صوتي قدامه أنا كده اديت له توقيع مني لأنه موافقة على إسلوبك وهتمادة في الطريقة دي معاك لأ أنا رافضة أنه أكمل كلام معاك بس ليه كلام في وقت تاني ومش وقت بعيد عشان ما يلحقش ينسى اللي هو عمل مشاكل المراهقين من أنهين جوانب من الجوانب الثقافية والجوانب العلمية بص حضرتك مشاكل المراهقين هي ما هي كتيرة بس إحنا علينا الجنب صغير منها الجنب الصغير يعني ملخص جدا أنه هم دلوقتي بقوا بيتعرضوا يعني انفتاح خطير جدا عليه فاللي إحنا كنا بنتعرض له وإحنا في سن 17-18 سنة هم بيتعرضوا له في سن عشر سنين وتسع سنين فالمشاكل بتاعتهم كترت جدا نتيجة أنه ما فيش وعي وما فيش إحنا نفسنا ما بقاش عندنا طولة البال إن إحنا ننصحهم مش لقين الجهة السليمة للنصح والإرشاد مش لقين الجهة السليمة اللي تصحبهم يعني معظم البنات لما تتكلم يعني بما إنه بتكلم مع مراهقين ودلوقتي عيقة اليوناثر طيب يا دكتورة نطلع فاصل وهكذا مصر نرجع بعد الفصل إن شاء الله انتظرونا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين عدنا وهكذا مصر مع الدكتورة مونة شاكر خاصية العلاج الأسري والطب النفسي أهلا وسهلا كلمين على المنظمة دكتورة اللي هي منظمة اليونسكو اللي هي بتدعم حملة اليونسيف التي تدعم حملة بالهداوة في التعليم أيوة مع وزارة التربية والتعليم بعد ما انتهوا من حملة اللي كانوا متوليينها عن التنمر بدأوا حملة بالهداوة بتراعي وبتخدم فترة المراهقة جدا وعي للأهل وبيسمعوا من خلالها مشاكل الولاد والبنات فدايما الولاد مشكلتهم إن محدش بيسمع لهم محدش بيتعامل معهم بالراحة كله بالزعيق كله أوامر والبنات مشكلتها إن فيه تفرقة كبيرة ما بين التعامل ما بين الولد والبنت ودي برضو مشكلة من المشاكل اللي بتواجه المراهقين لازم يكون فيه عدل ما بين الاتنين البنت مهمة والولد مهم الاتنين توعيتهم والاهتمام بيهم وتقبل خطأهم والسناء على تصرفاتهم الجميلة الاتنين محتاجين ده أقطعك معلش أنا مش موضوع أنا مش بحب الكلام في بنت وولد عارفة لأن أم مصر التي أنجبت أم العرب كلهم سيدة هار أجيد جبت العرب كلهم لا هي يعني هي بس تبقى تقليد وعادات أيوة ده فلان جاب بنت ينهر مورسات 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 والأم تقول ما عليش لا هو ولد مقبول منه الكلام ده لا 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 دي سبب رئيسي في التنمر تنمر فيه حاجة من البنت بتحصل لها بتحصل لها من خلال الموضوع ده أن هي بيحصل جاب مسافة كبيرة جداً ما بينها وما بين مومتها وما بينها وما بين باباها وما بينها وما بين الأسرة يعني دايماً تلاقي البنت متوحدة مع تليفونها مع عودتها مع أصحابها بتلاقي نفسها وبتسمع صوتها وبتسمع اللي رأيها في وسط أصحابها أكتر فتيجي الأم بتهاجم من جانب تاني أنت مش رمعاية في البيت طب كيف أتم السيطرة على المراهقين في ظل الانتشار الدولي والنت والسوشال ميديا والكلام ده المتابعة 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 طب معنا كولد مثلاً مراهق لسه بيدخل قط بيقفل عن نفسه محدش عارف هو بيتكلم مين بير أفتح كده الباب يعني من باب أن أنا بتطمن عليه ما هي دي الحكمة اللي فيها حز والحزم اللي ممزوج بالحكمة إن أنا يا ابني خليك خلي الباب مفتوح عشان لو احتاجت حاجة خليني معاك خلي صوتنا مع بعض الكلام الحلو اللي كان في بيوتنا الزمان ما تقفليش الباب أنت كده تلاقيك مش عارفة بتعمل إيه لا طب أنا كده منواجهته بالغلط اللي هو بيعمله يعني كده خلاص قلت لك أنا فهماك طب خلاص كبير موما أي ما يعرف أنا بعمل إيه وهعمل كده وهقفل الباب فعشان كده لازم دايما الابن والبنت ما يتوقعوش إيه اللي جاي من باباهم ومامتهم لازم يكون في حكمة مش آه بقا لأنا عارف أنت قفل الباب ليه لا أنا مش عارف إيه الاب لما يجي يتكلم تعال هنا ما أنا كنت زيك فوق عجالة عشان ديتين وخلاص كده لو حطنا نفسنا مكان المراهق لازم نحط نفسنا مكان المراهق والله هنعيط هنعيط هنضايق جدا وهنحس إن إحنا عجزين قوي سبحان الملكة وإحنا ما كناش في السن ده ولا ما كناش بنتعرض للكلام ده عشان ما كانش في وسائل تواصل مفيش العالم المفتوح النافذة المفتوحة كان فيه تليفون أبو قرص زمان يريل نروح يا ابن رد على التليفون مين بابا وهو تليفون واحد في الصالة قدام الناس كلها مش مفيش سماعة تانية تطرف فيه حاجات كتير جدا اختلفت فيه تواجدات ليه كتير جدا فيه مدرسين ما بقاش فيهم الحكمة يبقوا فاهمين يتعاملوا مع المرحلة العمرية دي ازاي حتى المدرس زمان كان عنده الحكمة بالحزن والحزن بالحكمة اكتر من دلوقتي انا كنت باشوف المدرس بتاع اللغة العربية اسمه الاستاذ مرسى علي امين الله يمسي بالخير يا رب او الله يرحمه مكمن فكنت اول ما شوفه هو ما شف الشارع كنت امشي من شارع تقر اكيد اكيد ومع ذلك بتحبه وتحترمه وكان فيه مسافة ما بينك وما بينه قريبة في الفكرة كبيرة وبتعتبره قدوة ليك زي والدك فدية انا اقول حاجة فدية من عدت لما اشوف الاساذة بتوعي بقبل يديهم فبقولولي ليه كده وانت قبل يدي امك وابوك قلت لهم ما نعلمني حرفا صرت ولو عبد نشكرك يا دكتورة ونشكر تواجدك معنا النهاردة وان شاء الله اللقاية تكررك كثيرا وكثيرا عشان نستفاد من المعلومة الطيبة اللي بتقدميها حابة تقولي ايه لها كذا مصر حابة اقول ان مصر دي احلى بلد في الدنيا بجشها وشعبها وعيوبها ومميزاتها وتحيا مصر وكل حاجة وتحيا مصر وهكذا مصر تزورونا في حلقات قديمة وهكذا مصر تزورونا في حلقات قديمة دونس Ruth ترجمة نانسي قنقر